المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة لمخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية اليورو دونت تسعة وتسعين سنة للمرة الأولى منذ عشرين عاماً بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي بعد وقف عمل نورد ستريم وأسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين قبل اجتماع لوباك بلوس يبحث خفض الإنتاج بمائة ألف برميل يومياً أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد في نشرة الاقتصادية مفصلة من النيل أهلا بكم نبدأها مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي نفى منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة لمخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية المركز الإعلامي أشار إلى أن وزارة الزراع أكدت جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي للمتبقيات بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع الممثل الإقليمي لللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا سوزانات شوندروسكي سبلة 100 وتطوير صناعات الأثاث في مصر هذا اللقاء استعرض الميزات التنفسية التي يتصف بها قطاع الأثاث في مصر مع رؤية الوزارة للارتقاء بتنفسية المنتج المحلي وتعزيز البيئات المناسبة لتحسين الانتاجية وتقديم المساعدة الفنية لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أمريكانة إهاب حقاد خطط المجموعة للتوسع في السوق المصري وخلال اللقاء بحث الجانبان أفضل الأنظمة الاستثمارية التي يمكن تنفيذ المشروعات من خلالها لتحقيق أقصى فئدة للاقتصاد المصري نع أفضل بدائل ممكنة للشركة على المستويات التشغيلية كافة حيث تستهدف المجموعة تصدير منتجاتها للخارج خاصة إلى دول الخليج بحث وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مسؤولي بنك الرافدين العراقي ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين سواء الحكومي أو الخاص في دولة العراق وأكد الوزير أهمية تسهيل إجراءات توثيق شهدات الحياة الخاصة بالمتقاعدين حتى يتم استكمال صرف مستحقاتهم منوها إلا أن الوزارة بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية ببغداد تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لحصول المستحقين على حقوقهم كافة أكدت وزيرة الهجرة سوها جندي أن الحكومة تدرس حزمة امتيازات للمصريين بالخارج بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وخلال استقبالها رئيسي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج أشارت الوزيرة إلى أن هناك سلسلة من الخطط جار العمل عليها لتقديم المزيد من المزايا للمصريين بالخارج إلى جانب التنسيق لجمع كل الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والإعلان عنها بشكل دوري شاركت وزارة المالية في فعاليات الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية مجلس الوزراء ونظمته وزارة الشباب والرياضة بحضور 1500 من ممثل وزارات ومؤسسات الدولة وذلك لتبادل الخبرات وفد وزارة المالية استعرض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار الأعوام السبع الماضية سواء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة والدفع والتحصيل عبر غير النقدي وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك أقد وزير السياحة والأثار أحمد عيسى اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وقياداته وذلك للتعريف بالمتحف واستعراض ما يتم به من أعمال شاهد الوزير فيلما تسجيليا عن المتحف وقاعاته كما استعرض الوضع المالي والاقتصادي وموازنة المتحف كذلك بالإضافة إلى سبل تنمية الموارد المتحة به لتعظيم العائد مشيرا إلى أهمية تعزيز مكانة المتحف المصري الكبير على خريطة السياحة العالمية بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ سبل تعزيز التعاون المشترك بعدد من الملفات تناول اللقاء بحث الهيكل التنظيمي للإنتاج الحربي والعمل على الوصول للشكل النهائي لهذا الهيكل مع دراسة آليات تنفيذ ذلك من خلال تأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية يتواصل توافض المواطنين على معرض أهل المدارس المقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمشاركة نحو مئتي عارض يقدمون المستلزمات المدرسية من أدوات كتابية مصنوعات جلدية من أحذية وحقائب بالإضافة إلى ملابس وذلك بتخفيضات تصل لنحو العشرين بالمئة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية كافة مجتمعة على مساحة واحدة يقدمها معرض أهل المدارس الممتد حتى العاشر من الشهر الجاري مقدما المعرضات بتخفيضات تصل إلى عشرين بالمئة والله والمعرض أنا خدت كشكيل وخدت إليه ويكفي إنه كل اللي انت عزاه في مكان واحد والأسعار ما فيش أفصال يعني الواحد في الأسعار العالية بيشتري ويبقى خارج برضو حسن ما يتحق عليه يعني تفضل تنزلي وتطلعي ولما تستقر على سعر ومشي فيه حسن أنت كنت ممكن لو نزلت تلك اللي حينزم والخصومات من عشرين في المئة لتراتين في المئة بالنسبة لإنتاج المصري بنبيع بسعر المصنع زي زي سعر الجملة اللي بيستلم بيه التاجر بره بالنسبة لسعر المستورد فهو ما هو اللي تكلفته بس اللي عايز شنط موجود اللي عايز كتب موجود اللي عايز كرريس موجود اللي عايز إقلامه كله كله موجود زي فور نيام أشترينا الكتب وكراسات وإقلام جدا وجبت كل حاجات اللي احنا كنا عايزنا من مدرسة الكراسات والإقلام أسيك كتب وكال تنوع المعروض والتركز في مكان واحد كان أحد أهم عوامل جذب الزوار داخل أرواقات المعرض أرض كتير فبالتالي حيكون فيه منافسة أسعار منافسة تعامل بين الباية بين المنتج وبين المستهلك اللي هو جاي يشتري فبالتالي اللي تحت الفرصة للمنافسة هتبقى منافسة سعرية ومنافسة في القواليتي يعني الحمد لله الأسعار يعني معقولة يعني كويسة معقولة أحسن من برة عندنا مثلا المقالم بتبدأ فيه من 5 جنيه لحد 40 جنيه فيه عندنا كورريكتور كل الأنواع فيه عندنا مثلا الكشاكيل دستا 28 ورقة ب45 جنيه مئة عارض يقدمون منتجاتهم المختلفة في المعرض الذي وجدوا فيه فرصة تسويقية كبيرة مع اقتراب الموسم الدراسي أقبال جيد جدا والناس عم يعني متقبل الأسعار لأنه فيه فرق كبير يعني طالما موجود عندك فرق الناس هتيجيك على طول إلى العاشر من سبتمبر الجاري يتواصل معرض أهل المدارس مقدما الأدوات المدرسية والمستلزمات المكتبية كلها في مكان واحد ما يعطي الفرصة للأسرة المصرية للمفاضلة والاختيار بين أنماط وأزواق عدة كلها تقع تحت سقف واحد من مقر معرض أهل المدارس سار متولي أنين إلى البورصات المصرية التي سجلت مؤشراتها صعودا جماعيا خلال تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب فيما اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع هذا وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مستوى 693.8 مليار يوني المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.51 من مئة في المئة كما صعد مؤشر الرأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.56 من مئة في المئة من قيمته استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم في البنوك المصرية العاملة في السوق وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار 19 جنيها 18 قرشا للشراء 19 جنيها 24 قرشا للبيع أما على صعيد العملات الأخرى فقد هبض سعر اليورو ما بين 13 إلى 17 قرشا شراء وبيع كما تراجع الجنيه الأسريني ما بين 9 إلى 15 قرشا أيضا على نحو الشراء والبيع في تركيا ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى له في 24 عاما عند 80 و21 من مئة بالمئة في أغسطس بعد أن قرر المركزي التركي خفض سعر الفائدة وبشكل غير متوقع الشهر الماضي ما هذا الإحصاء التركي قال إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بـ 41 من مئة في المئة وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بـ 41 من مئة في المئة على أساس شهري في أغسطس أيضا بزيادة سنوية قدرها مئة وثلاثة وأربعين وخمسة وسبعين من مئة في المئة على صعيد أسواق العملات العالمية انخفض سعر اليورو عن الدولار إلى تسعة وتسعين سنتا وذلك للمرة الأولى منذ عشرين عاما في ظل المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة جاز بروم الروسية وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نوردستريم وبذلك تراجع اليورو بنسبة ستة وعشر من مئة في المئة إلى تسعة ألاف وتسعمائة وثلاثة من العشرة ألاف من الدولار وخسرت العملة الأوروبية ثلاثة عشر بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع هذا العام كذلك تراجع الجنهي الإسرنيني إذ أن بريطانيا مكشوفة كثيرا على تقلبات سعر الغاز وهو مصدر طاقة تعول عليه بريطانيا بشكل كبير أكد الكريملين أن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط نوردستريم الستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البناء التحتية الغازية في المقابل قالت المفوضية الأوروبية أن روسيا بإمكانها دخل مزيد من الغاز إلى أوروبا عبر طرق أخرى بعد إغلاق قط أنبيب نوردستريم واحد لكن موسكو اختارت ألا تفعل في أسواق النفط العالمية ارتفعت الأسعار بأكثر من دولارين للبرميل مع ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من قبل منتج مجموعة أوباك بلس إلى تعديل الإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع في وقت لاحق اليوم وارتفعت الأقود الأجل لخام القياس الأوروبي مزيق برينت بدولارين 43 سنة إلى 95 دولارا 45 سنة للبرميل كما سجل الخام الأمريكي غرب تكسس الوسيط 89 دولارا وثمانية سنتات للبرميل مرتفعا بدولارين 21 سنة وكانت مصادر قد قالت أن أوباك بلس وأن المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول المعروفة بأوباك بالإضافة إلى حلفائها من خارج المجموعة على رأسهم روسيا سينقشون خيارات من بينها خفض إنتاج الخام بـ 100 ألف برميل يوميا خلال اجتماعيها اليوم أما في أسواق المعدن النفيسة فقد استقرت أسعار الذهب مع تركيز المستثمرين الحذرين على مصاري رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بعد بيانات متأرجحة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة هذا ولم يطرأ تغيير على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1611 دولارا 48 سنة للوقية أما للمعادن النفيسة الأخرى فقد استقر سعر الفضة عند 18 دولارا 3 سنتات للوقية لكن البلاتين انخفض بـ 12% وانخفض البلاديوم بـ 13% ومشاهدين الكرام بهذا الخبر انتهت هذه النشرة نذكركم بالعنوين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج اليورو دون الدولار للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي بعد وقف عمل نورد ستريم وصعر النفط ترتفع بأكثر من دولارين قبل اجتماع لأوبير بلس يبحث خفض الإنتاج بـ 100 ألف برميل يوميا كانت هذه أخبارنا الاقتصادية حتى الساعة نشكركم دائما على حص المتابعة دمتم في أمان الله